تسعة وثينا وثلاثين دقيقة هذا صوت نجوة كرم بغرامك مسلوبي أهلا وسهلا ومرحبا بالناس اللي تحقوا بينا في ساعتنا الثالثة والأخيرة برايم تايم لليوما حابينا نعمل ودورة على أهم الأخبار الاجتماعية اشتما واشتمايش على مواقع التواصل الاجتماعي لليوما بعض الأخبار المتداولة والفيديوات باش نبداو من الحمامات البارحة ثم فيديو دار وثم أرتيكل تنشر في تيوني سكوب حول اليخت اللي تخل مؤخرا إلى ميناء الحمامات المركب السياحي هذية اللي قيمته توصل لخمسة وثمانين مليون أورو تخل نهارة للسبت 23 أفريل 2021 للحمامات والميناء السياحي في الحمامات يخت فاخر لرجل الأعمال حسب المقالة تنشر في تيوني سكوب لرجل الأعمال روسي جاء من النرويج يقولوا أنه الشخص هذا والصاحب اليخت هو من أهم رجال الأعمال الروس المقربين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخدم سابقا في وكالة الاستخبارات الروسية مع بوتين وفي زادة كيف كيف مع الحرب الروسية الأوكرانية كان مساند لبوتين ونشر فيديو فيه المركب هذية ومركب من المركب السياحية الفخمة جدا وفي المدة الأخيرة كانت بطبيعة خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي أعلنت عن حجز وتجميد بعض الممتلكات التي تابعة للأغنياء للروس ورجال الأعمال الكبار في روسيا والمناصرين والمقربين إلى بوتين في إطار الحرب الأوكرانية الروسية كوسيلة للضغط على بوتين وعلى الناس اللي تساند والرجال الأعمال والمشاهير والأغنياء الكبار في روسيا واللي يدعموا في بوتين وصارت برشا عملية متحجز ليخوت وإلا فيليت وإلا أملاك موجودة على أراضي دول الاتحاد الأوروبي ربما تكون اليخت هذية كان في حالة ربما من عرش إذا كانت صيانة وإلا بطبيعة إذا كانت محاولة على الأقل إيجاد مكان آمل للرسول وإنه كل شواطئ ومواني الاتحاد الأوروبي واللي تتمثل بطبيعة تهديد لهم في أنه يتم حجز كل هذه الممتلكات والمركب كيف صارت حتى مصادرات للأملاك هذية من قبل بعض السلطات منهم السلطات الفرنسية مؤخرا كانت أعنت عن الاستلاة ومصادرة يخت زادا كيف كيف لواحد من أغنية الروس من بينهم الرئيسة التنفيذي لشركة النفط والغاز الروسية وأيضا هو العميل السابق في وكالات الاستخبارات الروسية وحليف لبوتين ومصادر تقريبا اليخوط هذه من أغلى اليخوط وهي يخوط بطبيعة سياحية لكنها مجهزة بكل التجهيزات ساعات فحتى معناها وين ترسو الطائرات المروحية والمبالغ متاحها والسوم متاحها يكون والقيمة متاحها كبير برشا برشا حبينا نعرف الحقيقة احنا شنية حكاية اليخت هذية علش تخل الى ميناء الحمامات شنو اللي وراه شكون صاحب المركب ولا اليخت هذية علش تخل لتونس وخرج لانه غادر هو تقريبا قعد جاء لنهارة السبت لكن غادر مؤخرا الى المالطة حسب المعلومات المتوفرة علش جاء وعليش خرج وش نحكيت وش علاقت بطبيعة بروسيا وبالحرب الروسية الاوكرانية وبلاديمير بوتين بالضغط الكبير اللي صاير على بعض رجال الاعمال في الاتحاد الاوروبي ايضا زادة كيف كيف بعض الاخبار المدولة اللي البرح نحكيه على اللي صار في الكيف بتحديدا في احد مكاتب صرف العملة في الكيف احد الاشخاص هكا قام بعملية سطو لكن عملية سطو المرهيضية استعمل فيها عامل التهديد المزعوم البس حزام الناسف حزام الناسف مهوش حزام الناسف هو زعم اللي هو حزام الناسف اللي هو لابس حزام الناسف ودخل المكتب صرف العملة هذية في الكيف باش يقوم بعملية استيلاء وبالفعل نجح بعد تخويف الناس اللي تخدم غادي في الاستيلاء على مبلغ قيمته 25 ألف دينار وبعدها اهرب الوحدات الامنية تابعة لإدارة الفرعية القضايا الإجرامية بدرة شرط العدلية قامت بتكثيف التحرية المدنية بعد مراجعة الكاميرات التعرف على الهوية متاعه وما كان اه تواجده بعد الاستشارة النيابة العمومية وقع مدهمة منزل المعني وانتم القبض عليه وحجز هاتف جوال اه تخرج منه اسلاك نحاسية والملابس اللي استعملها في عملية القصة اللي صارت واعترف بكل التهم اللي اه توجهت له بالأدلة وبالمكان وبالصورته في كاميرا وتقلم وراقبة وينخبع حتى المبلغ المالي المسروق وبعض استيشارة النيابة العموية اذنت بالاحتفاظ به واستكمال اجراءة القانونية في شأنه الابحاث ما زالت بسواصلة في الموضوع هذي ايضا البارحة لخبر اللي جينا من صفيقص بالتحديد من ادارة المدرسة الاعدادية حليمة الشعبوني في عقير من ولاية صفيقص يتم طرد تلميذة بسبب ارتداءها للبلالط واستعمال المكثف تم رفض التلميذة هذي اربع أيام بسبب استعمال المكياج ولبس البلالط دوله صفحات تواصل الاجتماعي الوثيقة هذي متاع الطرد اللي صارت وعملية الرفض بسخرية وتهكم على مدير المدرسة الاعدادية اللي بطبيعة غلط في كدمة البلالط في عوض يكتب اقراص باللغة على اقل العربية يكتب بلالط في المقابل ندوا برشا بتصرف الهدار وعتاملوا انه كان ممكن ربما في اطار المحافظة على مصلحة التلميذة الالتجاه الى عقوبات بديلة اخرى في عوض رفض التلميذة اربع ايام بسبب الواقعة هذي ايضا البارح التصوير نشرتها نقابة التعليم يحرث الارض في المدرسة بوسطة حمار في اطار النشاط بيئي وتربوي في المدرسة وتعليم الاطفال حب الارض الصفحة الرسمية لنقابة التعليم الاساسي نشرت التصوير هذية على الباج متاح فيسبوك ورفقتها بالتعليق الاستاذ توفيق بحوش الذي يدرس بالمدرسة الابتدائية بولاد نصير بحجلة حيث يظهر في الصورة انه في اطار نشاط بيئي وتربوي بالمؤسسة التربوية قام بحرافة مساحات تربوية ولا تربية عفوا مساحات تربية موضعة على ساحة المدرسة بمحراث تقليدي تجره دابة والمدرس ارتدى مدعاته البيضاء وتخلى عن حذائه وولج الى المساحات التربية مجسما بذلك العمل اليومي للفلاحين وذلك امام مرأة ومشهد من تلاميذته والذي من شأنه زراعة حب الارض والتعلق بها لدى الناشئة هذا نموذج لبناء الوطن في جمهورية التربية والتعليم هذا التعليق نقابة التعليم الاساسي حول الصورة هذه صورة الاستاذ اللي استعمل الحمار لحرافة الارض قدام التي بدأ تمتعه بشيوريهم بطبيعة فيطر نشاط بيئي وتربوي في المدرسة هذوما اخبار البارح الدول وبرشا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخبار علينا والتعليقات عليكم انتم موزيكا ونرجع ومصينا معكم في برايم تايم حتى للعشرة